استقبل رئيس الوزراء سيدة عراقية تركمانية من هالة العفر هي أم لسبعة شهداء وقريبة لشهداء آخرين سقط بعضهم تحت ظلم وتغيان النظام المباد والبعض الآخر تحت عدوان عصابات داعش الارهابية مع شهداء آخرين من أسرتها واستمع السيد الكاظمي إلى مطالب هذه السيدة الصابرة المحتسبة ووجه بتلبية احتياجاتها وتقديم كل مساعدة وتقدير ممكن لها وشمولها بكل الرعاية والاستحقاقات القانونية الواجبة لها وقال رئيس الوزراء أن مثل هذه التضحيات وقصص الصبر والصمود التي سطرها عراقيون وعراقيات من أبطال شعبنا الكريم يجب أن يعرف بها وأن تكون مثالا للأجيال ومثالا في حب الوطن والتآخي وتقديس الانتماء للعراق قبل قليل جاء عندي لقاء وأمرأة وجدت لنداء يوم عمس من مدينة تلعفر أمرأة كبيرة بالسن عدتها ما يقارب أكثر من سبع شهداء أم من زمن صدام عسين الديكتاتور إلى ما بعد 2003 من عمليات الأحداث المؤلمة التي كانت تحصل في تلعفر إلى داعش ومن ثم أمرأة ابن أخدها ابن أخدها ومزوجتها قاعدوا يهب البيت في نفس الوقت هم عنده ابن شهيد وابن الآخر شهيد وأخوه شهيد في المطلوب حقيقة هذه القصص نوقف يمها كأنما العراق أصبح مصنع للتضحية والدم نعم نفتخر بالدم نفتخر بالشهادة ولكن في نفس الوقت البد حتى يستقر يجب أن يكون هناك استقرار اجتماعي ويجب أن يكون هناك بيئة اجتماعية مستقرة كفاء معاناة على مدى أكثر من سبعين سنة العراق كأنما دوام الدم ودوامة حروب عبثية نحن نقلل في هذه القاعة وتجيل بعدنا وتجيل بعدنا كلنا ضحايا الحروب وشفنا الحروب فالمطلوب أن تكون قرارات الحرب والسلام بيد الدولة